اليوم انا قبل ما اجي قرأت قصة والله عجبتني باي السالفة الى رباط من قرأتها والله اكو مرة مات رجلها عمرها بالاربعين سنة وبعدتها مرة حلوة وقوية وعيتها بنيات ثلاثة وبناتها كبار واحد هم من الدراعات اللاشغل لاعمل كل شي ما اكو اجي عليها قال اخوي انا انتظل يتي بالرجال يتي وبناتي ويراد التنوالي قالت لو قول قال انا بلكي واحدة من الابنيات الطينية هتزوج قالت لخل اسألهم راح سألت البنات كبيرة الزغيرة الوسطانية يابا هذا اجي ورجال ممشي ومدر شنو قال لها يوم ماصي احنا ما نريد ردت عليها قالت لها البنات مارضا قالها شنو رأيت امشي عليك قالت لا توكل بالله هي اسمها وردة اخذ وردة عرز صاحبنا كل شي ماكو لا شغل لا عمل اجي على اساس رادنا والي صاحبنا بس ياكل وينام طابوا بمجهودة كل شي ماكو المرة عندها من المرحوم سخول ظلن سخيلات عندها وتربي بيهن ويكبرين تدري هذا صار ندلل عينها على السخول دق الوقت قالها ما تبيعيننا وحدة ناكلها باعتها صارت فلوس قام يأكل بيه لهناك ما تبيعيننا اثنين لهناك ما تبيعيننا اثنين لهناك ما تبيعيننا اثلاثة خلصا الصخور زيان هذا ظل ماكو مسرف ماكو اكد شلون وعلم روحي على دلال حط عينها على البنات قالها قوليك امو فلان ذن البنات كبرين والناس رايحة جاية ليش ما نزوجهن هو كل حسابة حتى يجي المهر مالتين ويظل ياكل بيه مثل الصخور قالت لخوي السالف راحت البيتها تشبيرة قالت لهي امو هاي السالفة هيك وهيك 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 وانتي هم كبرتي والزلمة ستر شنو رايحة هاي البنية ذكية قالت لهي لا يمو انا ما اخذ قالت لهي ليش قالت لهي الرجال والي قالها مثل والي مالتيش فتيتي تروح الام قالت لهي هذا الدارمي الامها وردة قالت لهي طلع سربوت يا وردة والينا قضة سخيلات نورد علينا ها السالفة الى رباط يوم وردة ويم الوالي طلع سربوت يا وردة والينا قضة سخيلات نورد علينا ولذلك من سالفتي هاي الولاة السرابيت اللي باقوا البلد بالميزانية الانفجارية وفي وقت الرخاء وما خلوا للبلد ميزانية سيادية ولا صندوق للأججال ولا خلوا موازنات طوارئ لوقت الضيم والوقت الشدة ردوا على اليمن ردوا على المتقاعدين وردوا على الموظفين يستقطعون منعتهم حتى يواجهون الأزمة مثل هذا الوالي القضة سخيلات ورد على البنات هذا الكلام موجه إلى الفاسدين حسرا وليس للشرفاء الذين يحاربون الفاسدين أو إلى الشرفاء الذين يسعون ولديهم مشروع دولة الوالي استخلفه الله في الأرض على أن يستعمر الأرض ويملاها قصطا وعدلا ويحقق الرفاهية والعدالة لأهلها أما عندما الوالي يقعد على القاسة ويبوقها وبالأخير ورمات باقي القاسة يرد على هاي الناس الفقرة والناس المقاريد يلوح بأنه سيعمل على قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين والشكاوة التي تردني حتى هذه اللحظة من الأخوة المتقاعدين إن قسما منهم حتى هذه اللحظة لما باخدت قاعدة زيان هذا لا بيحال يطلع يشتغل عماله ولا بيحال يقدر يشتغل تاكسي ولا بيحال يقدر يفتح لمحل لأن ما عندما كان عايس على هذا الراتب ولذلك دائما نؤكد أننا في هذه الظروف نحتاج إلى أن نتلمس أن هناك دولة وأن هناك حكومة وأن هناك منهج وأن هناك برنامج يحسس المواطن أن هذه المؤسسات التي ذكرتها مهتمة تمام الاهتمام بالظروف التي يمر بها المواطنين حتى هذه اللحظة لأنهم في زمن موت زيان أنا اليوم أنا كمواطن في هذا الظرف العصيب الذي يمر به البلد وتمر به كل أمم العالم كل دول العالم الآن تشتغل على أن تقدم شيء لمواطنيها وعلى قولته أن القرش الأبيض ينفع باليوم الأسود لا إحنا القرش شفناه باليوم الأبيض ولا لقيناه باليوم الأسود وبالتالي لما المواطن يحكي وقال لك أنت ضد فلان وضد فلان لا بابا أنا ليش ضد فلان لا إحنا طلابين سلطة ولا إحنا نسوي ملفات ناخذ بها فلوس ولا نخابر اليوم التطول لو نحتي حاشا لله أن نكون من هذا ومن ذاك لا ما عدنا شيء ومحتى من نحتي عليكم ونقول لكم زيان لأننا نريد أن نصلح مسار قدر المستطاع لأن هذه المسارات أخذتكم إلى عمق البحار التي ستغرقون بها وذكرتكم كثيرا وقلت لكم في مناسبات عديدة يا أخوان خاف أنت طلعت بره وخاف هاي الفترة انقطعت عن الشعب العراقي ترى العراقيين مو سهلين العراقي إذا حبك يوصلك للسمة وإذا زعل عليك يدفنك بلقع تدرون بها لو ما تدرون بها ترى عمر الإنسان ما يقدر يتحسس الألم عبر سكايبي وعبر أنترنيت لا يمكن أن يتفاعل لكن إحنا ولد المحنة إحنا اللي عشنا هذا الضيم وتلقي أناكم وقلنا لكم هلا ويلا غايف راشت عبينا يلا خل نشتغل شو مرة طبوا بونا مشروع طائفي مرة سوونا سنة مرة سوونا شيعة مرة سوونا مكون المكون الشيع انقسم 15 قسام المكون السن انقسم كذا المكون الكرد انقسم كذا وحاطين هذا الشعب تفرون به بالصينية إن نجحت هذه السياسة لفترة فالآن هي لن تنجح ليش لأنه عاد الوعي من جديد إلى العراقيين وصحوا من غفوة أو من خدعة وانتهت سياسة التجهيل التي كنتم واعتمدتم وتعاملتم بها لفترة من الزمن وعدنا إلى أننا نحمل هوية وطنية واحدة ترجمة نانسي قنقر